سلام عليكم اميزاك بالعافية يا شباب قبل انه من المقطع يريد تضغطون على زر اللايك واشتراك بالقناة وفعج زر التنبيهات وثواني الخمس ثواني حقية الاعلان اتمنى ما تضغطون على زر التخطي او زر السكيب واذا عندك برنامج حجب الاعلانات يريد تلغي اذا حابت فيدني طيب اليوم جيب لكم خبر سار لجمهور لعبة مدر وارفير اللي هو عودة الكليستريك وكشفه عن ثلاثة منها طبعا زي ما انتو عارفين انفينيتي وورد تستعد الكشف عن طور الاعلان الخاص باللعبة كولوف ديوتي مدر وارفير الاسبوع هذا يشوقنا المطورين في ستوديو انفينيتي وورد بالمزيد من التلميحات الجديدة حول اللعبة واليوم موعدنا مع احد اهذه التلميحات اللي قد تسور الكثير من محبي اللعبة الكلاسيكيين وهي عودة الكليستريك الكليستريك هي المكافأة اللي يحصل عليها اللاعب اذا يتمكن من قضاء على عدد من الخصوم بشكل متتالي بدون ان يتم قتله وعادة ما يتمكن اللاعب من اختيار ثلاثة من الكليستريك في كل مرة يمكن الحصول عليها بشكل متتابع في حال تخطيه العدد المشروط اللي يحصول عليها بدون ما يتعرض للقتل طيب بجانب تأكيد عودة الكليستريك تم الكشف عن ثلاثة منها ممكن ما تكون مفاجأة حيث تم تأكيد عودة الجاقرنت اللي يمكن اللاعب الحصول عليها من خلال صندوق اسقاط وبالطبع الكثير مننا يعرف بدلة الجاقرنت المدرعة اللي يتخلي اللاعب سلاح فتاك يتجول في خريطة اللعبة بدون اي رحمة الكليستريك الثاني اللي تم الكشف عنه اللي هو انفانتري اسولت فيشكل وهي مدرعة مزودة بسلاح رشاش من عيار خمسين ملي متر وهي هذه المركبة غير مسيرة يعني اذا ركبتها ما رح تنتقل يعني رح تنتقل داخلها وتتحكم فيها مثل لعبة بات الفيت لكن لحد الان ما ندري عن حجم هذه المركبة وما توضحت الصورة الخاصة بها حجمها الحقيقي قدرتها على التحرك في مسارات الخريطة اما كليستريك الثالث والاخير اللي تم كشف عنه اليوم هو قنابل الوايت فس فورز وهي قنابل تصدر دخان ابيض اللون يتم اسقاطها من طائرة يحدد اللاعب مساره على الخريطة ويمكن لهذا الدخان المنبعيث من هذا القنابل يخل اللاعبين مشتتين ويفقدون تركيزهم كما انها تترك اثر حروق على جسادهم وليتسبب في ضرار ويزيد فرصة القضاء عليهم طبعا هذي بعض من الكليستريك اللي راح تتواجد في لعبة كلف دو دي مدر وارفير واللي تم كشف عنها من خلال حساب اللعبة على منصة تويتر وبالطبع هذه قطرة من غيث ورح يكون في الكثير من الكليستريك اللي راح تتم كشف عنها يوم الخميس الجاي اذا اعجبكم مقطع لا تنسوا ان تضغطون على رجل اللايك والاشتراك بالقناة وتفعي زر التنبيهات ويمان الله